موقفهاش قصر القامة عن العمل والحياة تحدث نفسها عشان تصبح أول سيدة بتعمل مهنة ميكانيكي إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات التقيلة بكفر الشيخ هنعرف القصة كلها من بطلة الحكاية لأستوزة أمال الزناتي أحدى المكرمات فيه اليوم العالمي للمرأة أستوزة أمال أهلا بيك أهلا من حضرتك صباح الفل صباح الجميع أنت قلتين أنت ملكة الجرارات ده اللقب بتاعك بسم الله ما شاء الله مبالك كم سنة تشتلي في المهنة أحد تأتي ياه كتير ده عمر بس بقيت خبيرة بقى طبع اخترتها ليه مبدأة اخترتها أنها تبقى حاجة يعني مميزة وحاجة أنها تبقى أن الواحدة مش الراجل يعني تبقى أنها الراجل نفسه معرفهاش مبالك أنها بقى فيه زي الأعقة وأنها واحدة ست أنها تشتغل فيها ما تبقى حاجة يعني مختلفة عن حاب بيتي تكوني يعني الأولى في المجال ده اه بس ده كان تحدي صعب بالنسبالك اه ما بقى له سنين بردك بس يعني لحيت كتير قوي على ما وصلت لكده طبعا ده كان أول مشروعش تغلطيه في حياتك ولا كان فيه حاجات قبل لا أول مشروع أول مشروع البيئة يمكن سعادتك في كفر الشير اه كمان والدي والدي كان عنده محل وكده فأنا حابت إن أنا بقى أبدا إخواتي مثلا كان بالشغل أخويه وسافر اه فقاعد أختي فأنا حابت تشمعين أنني ما أعملش زيهم وأن أنا بقى أحسن منهم حابت إن أنا أتحدى بقى وأن أنا أكبر وأحسن من العديد يا دي كانت مهت الولد في الأساس وانت تشجعتي ما فكرتش تعملي حاجة تانية خالص لا حابت إن أنا أكبر بس الموضوع بتاعي طيب الناس بدأت تتعمل معاك إزاي بقى يعني بنتكلم في واحدة ست ممكن تكون الخبرة قليلة ولكن أنت دخلة بقى ما شاء الله يعني وما بتهزريش في الأول في الأول في الأول كان الناس مش متقبلاني يعني مثلا يقول لي يا أنا عايز والدك أنا عايز أكوكي كده فلما مثلا قلت بس أنت عايز إيه وإلا إيه فهمه وعارفه خلاص الناس تتتقبل دلوقتي كله بقى عايز أمل لو حد تاني مكاني أو حد من اللي مشتهم لا مش عايزين حد عايزين لأني لازم ألقى حتى لو بالتلفون لازم يبقى موجود والله والله مين شغال معاك دلوقتي؟ معاك ابن أكوي اه اتشطر بقى في الشغلانة؟ اه اه ماشاء الله طيب أنا عايز أعرف يعني على مدار العمر ده كله فكرت في يوم الأيام أن أنت كده تتكرمي في يوم مهم زي يوم المرأة؟ لا أنا فجئت بصراحة بس أنا كنت نفسي أن أنا يعني أوصل للسادة الرئيس أن أنا يعني أوصله بأي شكل عشان أحبه جدا قولت أحبه قوي قوي فكان نفسي أن أنا قابل في أي حوار أو أي حاجة وكان عندي إحساس كده أن جهوية أن أنا هيجي وقت أن أنا قابل أو أن يعمل لي أي حاجة اه وهو الحمد لله أنه هو يعني أنه هو الوحيد بالنسبة للرئيس كله اللي عمل للمعاكين تم بهم وعمل لهم ماضع وكده حسن أن حالكو تغير؟ طبعا طبعا جدا في إيه؟ أن إحنا بقينا نخرج وبنتكلم ونقولينا وضع في المجتمع وقولينا شأن من زي الأول ما كانش مفتكريننا خالص مفتخديننا خالص بالنسبة في الكمرية خالص أبس ألك قبل الهوى أنت يعني وصلوا لك إزاي قلت لي والله ما نعرف والله ما عرف لأ ما عرفش حد بن حلال كده وصل الرسالة يمكن ده كرم من ربنا رد رب العالم ده دليل أن أنت مشهورة الحمد لله يعني أكيد أن أنت معروفة فالموضوع ما جاش كده بالصدفة الحمد لله اتبلغتي بقى بالمناسبة وروحتي حضرتي أنت كنت في وسط كوكبة من فضليات السيدات في مصر سبحان الله أننا بقى مع الناس العظام دول يعني أننا أجي حاجة زي كده ما كنتش بدأ خيالها بحاجة كانت سعيدة جدا جدا يعني أننا اتحطت في الماقب ده موسيقى موسيقى